السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل كلامنا عن كريات بروك. نفضل الجزء الخاص اللي هو الموجود على الشمال دواني اللي عليها المسططير الاحمر. هنتكلم عن الانتويتف هنشوفه ان شاء الله في الدورة الخاصة الانتويتف اوبجيكت. هنروح عن ونشوفه المسال اللي يفهمنا الخاصيتين دول. نفس الابجيكت بتاع الدرس اللي في هات. اللي هو الكلام دولي. انا هعمله بلوك. هدو له اسم سي واحد. ودي البيج بوينت هنا هيا. وهدي السيليكت اوبجيكت. اعلم له المراضي على خاصية. لما اعلم هالخاصية داني خلان اول نلغيها وقول له ايه. واخد بالنقابي. وفجرة. واعمل بلوك. من هنا. ودي سي اتنين. واتسيلكت اوبجيكت. واقول له سكيلي نوفورملي. واقول له اوكين. قد البلوكين دول نفس الابجيكت نفس كل حاجة. دواني. البلوك ده معمول سكيلي نوفورملي ودواني مش معلو سكيلي نوفورملي. معناته اسكيلي نوفورملي. يعني لو دخلت على الابجيكت دواني في البرو بورتس. ادي هنا قدر اتحكم في الاسكيل بدوع في الاكس. وفي الواي وفي الزد. قدر اخليه في الاكس اتنين. وانزل في الواي. اخليه تلاتة. واده في الزد ده احط ايه كم. ادي خمسة. كذلك لو ما اجي اعمل انسرت. ادي البلوك اللي هو سي واحد. في هنا الخاصية. اقدر الغيها او اشغالها. بحيث انزل لو شلتها. اقدر انزل البلوك بتاع دواني. بسكيل في الاكس. وسكيل في الواي. وسكيل في الزد. يعني اقدر اتحكم. خم اكياس البلوك بتاعه من البرو بورتس او ما اجي اعمل له انزال. ازالك لو قلت على البلوك التاني اللي ما اقول له سكيل نوفورملي. لو دخلت على البلوك بتاعته. ادي هنا اقدر اغير في الاكس بس. الكيمة بتاعت الزد. والواي مش متفاعلة. منجورة ما ادخله الكيمة هنا تلاتة. بتاخد الواي والاكس نفس الكيمة. لو غيرتها مسلا خلتها اتنين. انا بغير بس في الكيمة اللي هنا ديني. وبتتغير في الواي وفي الزد. خليها واحد. وتعالا نروح نعمل انسرت البلوك. لاحظ حضرتك دي كولام واحد بقدر من هنا معامل له انسرت. بقدر اتحكم في افعلها ولا. طب لو اخترت كولام اتنين. مش هقدر هنا اغير القيمة دي. لأ هي معمولة. كريد بلوك متفاعلة. هنا مش هقدر افعلها. هدر هنا هد قيمة. في الاكس واللي يكون اتنين بتتغير في الواي والزد. تلاتة نفسي الكلام. انا فعلت. وقلت له اوكي. هيسأل من هنا على المكياس. لأ قلت له واحد. بياخده في الواي وفي الزد. ده كان الكلام عن السكيل يونيفورملا. تعال نشوف الخاصية الموجودة بعد كده لألاو اكسي بلودينج. ادي نفس الكلام بعد معي الابشيكت قررته. اقول لها دي بلوك. افعل هنا الاو اكسي بلودينج. وهدي بوينت. والبلوك كده انا هسميه. سي سري. سيليكت اوبشيكت. هادل اوبشيكت بتاعي واقول لهumpsinal play blockordoاني . هنا سيليكت اوبشيكت لكن في الحالة دي انا هلغي العلامة دي المكتوبة على ألاو اكسي بلودينج دي. واقول له مسا Stark Lee haber plays in 104. ادي البلوك كده اما لو جرتعمل له اكسي بلود اتفكك الاكسي بلود وان فاود هاجي على البلوك دو انا جيت اعمل له اكس بلود قول له وان كانت بي اكس بلود دي. البلوك دو انا مش هقدر افجره. لو جيت اعمل انسرت البلوك اللي هو سي سري. هنا ممكن انزله متفكر. لو فعلت خاصية الاكس بلود. لو فعلتها من هنا. وقول له اوكي. نزل البلوك هنا. وده بتوع مسلا واحد في الو اكس والواي. نزل بتفجر. اكواجات شوف البلوك اللي هو سي فور. هنا تلاقي دي الخاصية دي انا اللاقوا مش بتنشطة لانا نقفلها وان بعمل كريات للبلوك دواني. ده في الحالة دي هعمل ايه? انا كده مش هقدر افجر بلوك دواني. لا بسيطة هقدر افجره. هقول له كليك يمين بلوك اديتور. بدخل كيه على السرعة بلوك اديتور. نشدعب الحاجات دي انا نشوفه بالتفصيل. وارح هنا. على البروبرتز. لو مش موجودة. هده كنترول واحد. ايش بختار حاجة? بنزل تحت. بلاقي هنا. اللو معمولة انا هو هقول له اس. كذلك برضو سكيل انو فورمولي. لو عاوزها سكيل انو فورمولي ولا لأ. بقدر اتحكم منها من هنا. يعني بيتحكم فيها. في البداية بعمل كريات للبلوك. وبرضو منها نجور بلوك اضطر. وهقول له close. وهقول له سيف. ادي البلوك بتاعي ده هعمل له اكسي بلوك دي. كده هلو بسط في سطر الامل اكسي بلوك. وان فاود. لو جهت عمل له انسيرت. سي سري. سي فور سوري. ادع لأ العامل الوكسي بلوك هنا هي يعني متفاعلة. اهو لوك هينزل لي معايا. متفاك. ده كانت تكملة الدرس بتاع كريات بلوك. اتمنى يكون سهل وبسيط ووضح لحضراتكم. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت. استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.